موسيقى ونحييكم متابعين إلى نقاش الملف الثاني تتضارب روايات بشأن الهجوم الأوكراني المضاد على القوات الروسية وحجم الخسارة لدى كل من الطرفين المتحاربين وبينما تقول كياف أن قواتها تحقق أول ما كسبها بالتقدم نحو باخموت تواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة في محاولة لاستكمال ما أسمته تحرير الأقاليم الأربعة التي ضمتها مؤخرا لكن القيادة الشرقية للجيش الأوكراني تشير إلى فشل المحاولات الروسية لشن هجمات مضادة قرب بلدتي بيلاغورا وإيفانوفسكي هذا وقالت أوكرانيا أن قواتها استعادت أكثر من قرية جنوب شرق البلاد لكن ذلك التقدم بإجمالي خمسة كيلومترات لا يعد اختراقا للخطوط الروسية كما يقولوا مراقبون فكياف أمامها تسعون كيلومترا حتى تصل ساحل بحر أزوف وفقا ريترز موسكو من جهتها لم تعترف رسميا بأي تقدم أوكراني بخلاف تصريحات وزيرة الدفاع بصدر قوات الروسية العديدة من الهجمات الأوكرانية وبإلحاق خسائر فادحة في صفوفها ما يدفع للتساؤل هل بدأت استراتيجية كياف تحقق أهدافها أم أن لموسكو خططا دفاعية لردعها معارك ضارية في بؤر قتالية محتدمة على الخطوط الأمامية هكذا جاء أعلان القيادة العسكرية العليا في أوكرانيا عن المرحلة الأولى من الهجوم المضاد الذي تمكن من استعادة عدد من القرى من القوات الروسية وفق قولها هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قالت أن اليوم الأول من الهجوم المضاد شهد نحو 25 معركة بالقرب من باخموت في شرق أوكرانيا وإلى الجنوب بالقرب من أفديفكا ومارينكا وهي بلدات تقع جميعا في منطقة دونيتسك وكذلك بالقرب من بيلو هوريفكا في منطقة لوغانسك صحيفة وول سريت جورنال ذكرت من جهتها أن هجوم أوكرانيا المضاد يحقق مكاسب صغيرة بعد الهجمات المبكرة المكلفة موضحة أن القوات الأوكرانية تصعدت بشكل كبير من هجماتها بهدف اختراق الخطوط الروسية حيث تستهدف كييف الدفاعات الروسية في الجنوب والشرق لكن الهجمات الأولى كانت مكلفة حيث تم تدمير أربع مركبات قتال من طراز برادلي ودبابتين من طراز ليوبارد ألمانية الصنع كما تم التخلي عن ناقلة جند مدرعة فرنسية ومركبة قتالية أميركية الصنع في ساحة المعركة وفقا لفريق أوركس المتابع لشؤون الحرب اشتركوا في القناة نناقش هذا الملف مع ضيوفنا من موسكو سيرجي شاشكوف المحلل العسكري أهلا بك ومن أبوظابيا فيتالي فيديانين الدبلوماسي والأوكراني أهلا بكم ضيوفي الكرام واسمحوا لي أن أبدأ من السيد فيتالي فيديانين من أبوظابيا سيد فيتالي مبدئيا حتى نفهم مسار هذه التطورات والموقف الأوكراني كذلك مما يحدث إلى أي مدى أوكرانيا تعول على هذا الهجوم المضاد لاسترجاع أراضيها والأهم إلى أي مدى هي مؤمنة بإمكانية تحقيق ذلك مساء الخير يا مرشيد الكرام أولا تلتزم أوكرانيا بالصمت والهضوء المعلوماتي في هذه المرحلة بشكل عام نعم وفقا لمعطيات وزارة الدفاع تتقدم قوات الدفاع الأوكرانية في عدة اتجاهات وحتى نجحت في تحرير عدة قورة في منطقة دونتسك وزابوريجيا ولكن من وجهة نظرنا الدعاية الروسية هي التي بدأت هذه الحملة الإعلامية حول ما يسمى الهجوم المضاد الأوكراني بدأت الحملة بهدف محجد الشارع الروسي ونشر أخبار مزيفة عن إخفاقات وهذا مزعومة للقوات المسلحة الأوكرانية وفي السياق هذه الحملة تظهر الدعاية الروسية فيديوهات معدات الأوكرانية متضررة ولكن غالبا ما تكون هذه اللقطات إما قديمة أو نفس الحالات ولكن تم تصويرها من سوايا مختلفة على سبيل المثال نشرت دعاية روسية فيديو الضرب حصدات أوكرانية وقالت إنها الدبابات ليوفر وأحيانا تضرب نماذج خشبية للمعادات الغربية وتقول إنها معادات حقيقية يعني في نهاية سيد فجانين هذا الهجوم المضاد هي لعبة أو تسمية روجت لها روسيا ما رأيك سيد سيرجي ضيفي يقول لك بأن هذا المسار العادل للحرب وهي محاولة لاسترجاع الأراضي لأكثر ونحن نعمل على ذلك بصمت منذ فترة ولكن روسيا تروج روسيا تطرح بروباجندا لمحاولة إفشال هذه الخطة الهجوم المضاد الأوكراني أو ما يسمى به الهجوم المضاد الأوكراني بالفعل ابتدى ابتداء ولا يزال يتواصل وفي عدة محاور وفي عدة اتجاهات اعتبارا من جمهورية دونيسك الشعبية إلى منطقة إرسون وزوبروجيا وغيرها وكانت هناك معارك شاسعة وتمكنت القوات المسالحة الأوكرانية في أول يوم ويومين يعني قبل ثلاثة أو أربعة أيام تمكنت من التواخل في بعض الاتجاهات على مسافة من 2 إلى 3 كيلومترات يعني هذا ليس هجوم استراتيجي ولا مكاسب استراتيجية وصباح اليوم تمكنت القوات الروسية على إعادة سيطراتها على تلك المنطقة وتردت القوات الأوكرانية واجبرتها على الفرار والانسحاب فيما يخص بالخصائر في الأرواح والمعدات هناك كثير من الفيديوهات وصور فعلى سبيل المثال بالأمس تم عرض صور فوتوغرافية على صورة واحدة هناك سبع مدرعات أوكرانية بما فيها أربع كسحات الألغام المدرعة فخيخ نحن تبعنا كل هذه التفاصيل ولكن سيد سيرجي في الواقع تبعنا كل هذه التفاصيل في نشراتنا الخبارية عندما تسموها بروباقاندا يعني دبابة محروف كبروباقاندا ضيف يقول بأنها بروباقاندا روسية وهذا ما حاولت أن أفهمه من حضرتك لماذا ترى حضرتك بأن أوكرانيا تخفي ما تقوم به تصمت على ما تقوم به وحضرتك وصفته بالهجوم المضاد ما أسباب ذلك؟ لأن كانت هناك تنقضات في التصريحات الرسمية الواردة من كيف بداية قال الرئيس زيلنسكي أن الهجوم المضاد قريب وصف يكون ناجحاً ووهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهى غير وجهة نظرته أو غير التصريحات قال لم يأتي الوقت لأن نحن في انتظار المعادات الإضافية التي نحتاج هذا كل مفهوم أنا فهمت ولكن ما لم أفهم بحسب قراءتك لماذا ما السبب هل هو تراجع هل هي مخاوف أوكرانية هل هي عدم قدر على التقدم حضرتك كيف تفسر بأن يقال شيء وفيما بعد يختفي من التصريحات وروسيا هي التي تروج له كل المحاولات الأوكرانية في خارق الدفاعات الروسية باتت بالفشل لذلك الآن يمتنع الرئيس زيلنسكي عن الاعتراف بشن الهجوم والبضاد هذا لأن لا شيء يفتخر به وضحت هذه النقطة دعونا نأخذ تعليق من سيد فجانين سيد فجانين ما رأيك في هذا الكلام أنا أريد أن يفهم المشاهدون حجم المهمة التي يجب على قوات الدفاع الأوكرانية تنفيذها للتحرير الأرض الأوكرانية فنحن بكل تأكيد اليوم أو بعد البكرة أو بعد الشهر أو الشهرين سنبدأ التحرير أرضنا بشكل كامل فيبلغ عدد قوات الاحتلال الروسية في الأفراد في المناطق المقتلة أربعمائة ألف شخ مع ألف وسبعمائة دبابة وأكثر من أربعة ألاف مدرعة وثلاثة ألاف مدفع صحيح وهناك مهمة كبيرة سيد فتالي ولكن سيد فتالي ضيفي يقول بصراحة بأن أوكرانيا غير قادرة على ذلك أوكرانيا تحدثت وصرحت بشيء هي على الواقع غير قادرة على إتمامه ولهذا السبب تراجعت في وصف ما يحدث بالهجوم المضاد بالعاكس فاشلت هذه قوات الاحتلال الضخمة التي كانت تصمى الجيش الثاني في العالم في استلاءة على بلدة بخموت الصغيرة لقد استخدمت روسيا جميعاً وأسلحتها ضد أوكرانيا حتى أسلحة دمار الشامل حيث أن التفجير صدت كخوك الإرهابي وبموجب اتفاقية جينيف في يعادل استخدام أسلحة دمار الشامل وحاول خبراء الروس يعني إرعابنا حتى في هذا السوديو بقوة الأسلحة الروسية غير موجودة تحدثوا عن بعض ضائرات البيضاء الكبيرة غير موجودة والدبابات الرماطة غير موجودة أيضاً خلاص لقد فهم العالم أخيراً كل شيء وسقطت ورقة الضوت من قوات احتلال الاستعمار الروسي وفي نفس الوقت وعلى الرغم من مساعدات الشركات الأوكرانية لا تزال روسيا تتمتع بالتفوق عددي في المعدات وما ذلك نحن واثقون من قوات المسلحة الأوكرانية ساعدت مهارة وشجاعة جيشنا في تحرير منطقة كيف وشمال أوكرانيا ومنطقة خاركوه وخيرسون وستواصل أوكرانيا تحرير باقي أراضي المقتلة خلينا نمارس بعض الصبر وننتظر عن المتائش نحن سننتظر في كل الحالات الصبر نعم مفتح الفرش طيب نحن سننتظر سنتابع كل ذلك سيد سيركي استمعت إلى ضيفي هو أشار إلى جزئية عسكرية مهمة هو يقول بأن روسيا هذه الدولة التي صنفت على أن جيشها هو ثاني أقوى جيش في العالم لم تتمكن حتى من السيطرة على مناطق صغيرة هو أعطى مثل بخموت وتعلم حظتك بأن الأمثلة كبيرة نحن نتحدث عن 15 شهرا من الاقتتال على الأراضي الأوكرانية في ميزان الرابح والخاسر من الرابح ومن الخاسر بين أوكرانيا وروسيا بعد كل هذه المرحلة بداية الملاحظة الثغيرة فيما يخص بخموت بخموت المعلومة كانت تعتبر كرمز الصمود والتصدي وقال الرئيس زليلسكي تكرارا ومرارا أنه لا يمكن انسحاب القوات الأوكرانية من بخموت بأي حال من الأحوال ومن استولى على بخموت شركة أمنية خاصة ليس الجيش نضابي ولا الكوات المسلحة شركة أمنية خاصة فاغدر هي التي طردت الجيش الأوكراني البطل من بخموت فيما يخص بالحصيلة من فائز وبركاته من 15 شهر من الاكتتال قبل بداية للعملية الخاصة هذه كانت أوكرانيا أكبر دولة في أوروبا رقم واحد تتحدث عن المساحة؟ لا مستحيل مساحة خاصة أوكرانيا أكثر من 20% من مساحتها وخاصة أوكرانيا أكثر من 10 ملايين من النسمة فكل ما تقول كييف بأن الهزيمة لروسيا قريبة جدا هذا كلام وهمي وخيالي ولا يمكن تصور بأن روسيا تتعرض لهزيمة في هذه المعركة نعم هناك احتياطات استراتيجية في أوكرانيا خمسة وستة تلوية بعدها في الاحتياط ولم تدخل المعركة بعد ولكن لا يمكن تسمية هذا الهجوم المضاد كهجوم مصيري المصير ما يليه هذا الهجوم المصير ما يأتي بعد إحباط هذا الهجوم وهذا سيأتي بالتأكيد حضرتك تقول في كل الحالات سيد سيرجي كتقييم عام لما يحدث أو للمرحلة التي بلغناها الآن حضرتك تقول بأن أولا هذه ليست معركة تقرير مصير الهجوم المضاد هذا ليس هو من سيقرر المصير وثانيا تعتبر بأن بعد كل هذه الأشهر روسيا هي المتفوقة لأنها قضمت ما يفوق لعشرين بالمئة من الأراضي الأوكرانية تعليقك سيد فيديانين روسيا نفسها تعترف بهزيمتها في أوكرانيا وتعترف أنها فاشلت في تحقيق جميع أهدافها في أوكرانيا وهذا ليس كلامي هذا ما يقول على سبيل المثال سيد زاتولين سيد زاتولين نائب في البرلمان الروسي وهو مماثل الحزب الحاكم في روسيا يقول نعم نحن فاشلنا في تحقيق جميع أهدافنا في أوكرانيا إذن ممكن نضيف إذا روسيا بنفسها تعترف الهزيمة ولكن جميعنا طبعا نريد السلام أوكرانيا تريده أكثر من الآخرين الشرط الوحيد للتحقيق السلام العادل والمستدام هو انسحاب أو طرد روسيا من أرضنا المحتلة ولكن سيد فيجانين ليتحقق هذا السلام يقول البعض بأنه يجب أن تكون هناك طاولة مفاوضات ولكن هل يمكن لأوكرانيا أن تجلس على طاولة مفاوضات دون أن تلزم الطرف الآخر بأثر رجعي بأن تنسحب كل القوات الروسية من المناطق أن يكون مثلا انسحابه هو موضع نقاش موضع تفاوض هل يمكن ذلك؟ لا 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 نخذ باعتبار أي مبادرات أو دعوات أو ابتراحات قد تؤدي إلى تجميد الصراع أو التنازل عن الأرض الأوكرانية اليوم صغة السلام أوكرانية يقترحها الرئيس أوكراني وقردها الجميع لعمل الأمم المتحدة هي أفضل الصغة للتواصل إلى السلام وفي نفس الوقت نحن على استعداد لمواصلة تحرير أرضنا وشركاؤنا مستعدون لدعمنا يتعهد شركاؤنا بالدعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر وسيتواصل لدعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا يعني سنحرر أرضنا بالكامل في الحدود المعترف بها دوليا عن طريق انتحاب الاحتلال أو ضحه بالقوة خلال هذه العملية أو العملية التالية إذا طالب الأمر القضية القضية مصرية بالنسبة لنا نتحدث فيه عن هكذا تراها أوكرانيا هي قضية مصرية وروسيا كذلك في جانب مقابل ترى بأن هذه القضية هم أمنها الداخلي ولكن سيد سيرجي سأختم مع حضرتك بما يروج له البعض بالعودة لهذا الهجوم المضاد البعض يقول بأن هذا الهجوم المضاد ليس فقط هجوم عسكري لماذا فهمناه على أنه هجوم عسكري هو هجوم سياسي هو هجوم إعلامي وهو محاولة لإحداث فوضى حتى من داخل روسيا إلى أي مدى هذا الكلام صحيح أو دقيق؟ هذا كلام له أساس مع الأسف الشديد الحرب أخذت طابع الاستنزاف فعلى ما يبدو يدور الكلام الآن حول التجميط التجميط مثل ما قال ديفكم في أبوضابي أوكرانيا لا تقبل أي تجميط ولا روسيا تقبل أي تجميط السيناريو الخاص بالتجميط يأتي من واشنطن واشنطن الآن تراقب تطورات ميدانية في المعركة وتنتظر إلى نتيجة هذه المعركة التحدة ومن ثم إذا فاشلت الكوات الأوكرانية فيما يصم بتحرير وطارد وإلى آخره ثم ستضغط واشنطن على كيف بغية تجميط النزاع هذا وهذا غير مربول بالنسبة لموسكو طيب في كل الحالات نحن سننتظر لنرى كيف ستتطور الأمور سنكتفي بهذا القدر من النقاش أشكركم جزيلا شكر من موسكو سيرجي شاشكو في المحل العسكري ونم بوضابي فيتالي فيتانين ديبلوماسيو الأوكراني شكرا لكم السلام عليكم لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر